الفقرة المميزة وهي الفقرة المميزة دايما كل حلقة من حقلة برتقال بيتميز بفقرة مميزة جدا وليلا الضيف مميز جدا وصغير جدا 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 ضيفنا الليلة طاها عثمان طاها يوسف طاها حبابي عسفر كيف خبارك تمام؟ تمام الحمد لله معانا والدة طاها كمان هناء عبدالجبار لانه برضو وراء كل طفل عظيم ام عظيمه برضو وابو عظيم برضو احنا بنحييك وحبابيك عشرة في حقلة برتقال طاها اصغر مخرج وعمولينا كلوز على طاها لانه الليلة مفاجأتنا وضيفنا المميز اصغر مخرجة في مبادرة تدريب الاطفال على صناعة الفيلم الموسم الثاني صحيك العميدة يا طاها ماشي كويس؟ نعم وهو كتب القصة وكتب السيناريو واخرج انا عملت حاجة بالفيلم ولا دي كل الهاجات اللي عملت؟ دي كله طيب ما فضي حاجة طاها؟ انا خريت وكتبت السيناريو يا سلام ده كده كل الفيلم خلاص؟ جميل جميل نشاهد الفيلم بس بعد كده جميل مرحبا لك مدام هناء وصحبه عشرة في حقله بالتقال اهلا بس اهلا بي شكر واهلا بي طاها انا فحاجين لك مدام هناء تكلمين شوي عن طاها وشخصية طاها في البيت و لحد ما وصل لكتابة السيناريو والمخرج وكتابة القصة اهلا بي شو كده في البيت طه ولد مطيع مع انه بعد السنة دي كبر شوية كده بيقى في شغب البسيط كده لكن هو مطيع بيحب الجراية شديد وهدي اكتر من كونه مشاغب يعني هدي جدا كان شوية كده خجول من قبل فترة لكن بعد دخل التدريبات بتاعت مبادرة تدريب الأطفال على سناعة الفيلم مع ناس مصعب وباقي الشباب كلهم الحمد لله شخصيته شوية بيقى اجتماعي يعني مشارك مع الناس وموسيقته في نفسه ذاته اي تحسنت فماشي كويس الحمد لله اي ماشي كويس تكلمنا طيب عن نفسك انت طه شارك نفسك شنو يعني شارك نفسك انك زي ما ذكرت الوالدة انك انت زول هادي وما اجتماعي يا داب بعد ما انت دخلت المبادرة دين بيقيت اجتماعي وشوية بيقيت مشاغب يعني انا لما يجبوني في لقاءات زي دي بكون خجول وبتراجف وكده يعني لما جابوني في لقاءات كده يعني بروبة بيقيت واثق في نفسي كده كنت تخاف قبلي لكن الليلة جاي بكل ثقة والمبادرة زادت القوة وثقة في نفسك طيب ورينا رايك في ماما هناء طيب شنو؟ ما زي ما هي قالت هنا برضو كمان يعني نشوف انت رايك في ماما شنو؟ نعم نعم انت رايك شنو؟ هي برضو بتساعدني في كتابة السيناريو لان انا كنت مشارك في تحدي اخر غير صناعة الفيلم اللي هو؟ اللي هو تحدي القراءة العربي بقرأ فيه خمسين كتاب وبلخصهم في الجواز يمين فطلعت مع الكتابة والكتابة والسيناريو كثيرة جيد عليك كثيرة بيقيت شديد فماما كتبت معاي شوية من السيناريو وساعدتني في كتابته فبقيت اهتم بيقيت في الاخراج اللي ساعدت منهم في الاخراج في الاخراج مصعب حسون مصعب حسون هو صاحب فكرة وكل فكرة المبادرة بتاع تدريب الاطفال هو القاين بالحيات دي كلها كتر خير وكمان مصعب شديد يعني عمل منهم بالجد شخصيات ناس كبار كده هم كلهم اربع وعشرين هم اربع وعشرين طفل اطفال ستانين في عمار متوسطة اطفال ستانين من تمانية سنين لغاية عمر ستاشر سنة جميل جدا طاعة من الناس الصغار يعني هو صغر واحد دائما مصعب ذكر طاعة المبادرة بتاع القراءة عشان الناس المعين دون فكرة عامل المبادرة هي المبادرة من الشيخ محمد بن راشد المكتوم هي نائب رئيس دولة العربية المتحدة وحاكم مدينة دبي فكان بين 13 دولة الرابعة كانت الامارات طبعا صاحبة المبادرة دول كتيرة كان مصير السعودية والامارات وتونس والجزائي المشاركة في التحدي حتى في برا في اوروبا عندهم تصفيات في لندن عندهم تصفيات يعني كتيرة يعني ما بس الدول العربية كل العرب من مختلف الدول يقدروا شاركوا وكان نفسه بس قال يهدف الى انه مليون طفل ينايف شاركوا اكتر من 38 ألف طفل عربية كمية كان كبيرة شي جميل العدد يكون كبير في التحدي القراءة انا العرف ان اكتر واحد جبت على المدرسة صح؟ انا عرفتها في التلفجان فحبيت اشارك فيها فسألت اماما التحدي دفياته مدرسة فقلت ليا في كل المدارس قلت لا طيب ما اكلم مدرستنا عشان نشارك فيه ونستفيد منه حاجات كثيرة وحببت الطلبة في القراءة يلا اول ما انت في البيت قررت انت اماما هنا انه تكلموا المدرسة اماما هنا مشت معاك ولا انت براك؟ انا مشيت معها اماما هنا مشت كلمت الادارة انا كلمت الاستاذ فالاستاذ حياني لان انا جبت القراءة وكذا انت جبت اللي دخلت موضوع القراءة ده للمدرسة طيب الطلبة معاك في المدرسة يعني انت نظرتهم بيجت لك شنو يعني بيت انت شخص مميز طبعا بيجت في المدرسة وكذا تورينا كيف بيجت بعد كده من طاها الخجول والبغجل والمسكين وبعد كده بيجت وعندك اصحاب والناس طبعا بيجت ستار يعني ونجم سينمائي كبير كيف بيجت تتعامل مع الناس؟ بغرور كده بيجت لانك بيجت زول نجم كبير ومشهور او تتعامل معاوم عادي؟ بتتعامل معاوم عادي بكلمهم برضو بهدفهم ليا عشان يقروا لانه جراية بتفيد الإنسان كتير فكل الفصل حبه للمبادرة دي وقام شارك فيها فحياني قالوا لي شكرا انت قرأت كم كتاب؟ انا تعمل خمسين خمسين ده الحقينا المبادرة مش حقينا المبادرة حقينا القراءة بتاعت التحدي هل بيحددوا ليك خمسين كتاب في كدا؟ ولا انت براك بتختار الكتب على حسب مزاجك انت عايز تقرى شنو؟ وريني النوعية شنو كانت تاعت الكتب فصلها لينا؟ انا بنوع الكتب هما بيقولوا لي اختار الكتاب ده وما تختار ده انا ما بختار عليه رأي بعدين بقول الكتاب ده حلو بقرأه وبلخصه كيف اه بيكون الكتاب حلو زي شنو يا رواليني الحاجات الانت بتحب الاكشن بتحب الحاجات الاجتماعية الحزينة النهايات السعيدة يلا ورينينا نوع الكتب عشان نعرف انا في نوع الكتب اكترشانة بحب العلوم زي صغار الحيوانات بعرف كيف الحيوانات بتولد بيسخوت عشها كيف بتبني بيتها كيف بتعمل حاجاتها كيف عشان اه تعمل لك اه بحب مادة الرياضيات بحب مادة الرياضيات يعني بحب القراءة مش مادة اللقه العربية القراءة كقراءة كإنطلاع يعني لكن بحب مادة الرياضيات بحب مادة الرياضيات انا نعيز اعرف انت الاساسيات في البيت الماشى بهك كيف معه هدي الحاجات زعلته مني قبل شوية لما كان ملاس بتتمنس معه وقات لهوا يلا انت في الاكس بوكس والسوشيال ميديا والنت والحاجات والبلاي ستيشن فتقال لي يا ماما انتي ما بتحبيني شديد ليه قلت لي ليه قال لي لانه انتي ما بتجيب لينا بلاي ستيشن ولا اه فانا حتة بتاعة بلاي ستيشن والالكترونيك جيمز دي كلها ما فيه في البيت خالص ما فيه اصلا الفيزيون في الغرفة يتلغى من بدري في الصالون بيمشي يعني حتى في الاجازة بيمشي عندهم ساعة ساعتين كده خلاص كفاية جدا حتى برامج زي فتكون مختارة يعني والله هم انا يعني هي برامج اطفال غنوات اطفال بخلهم يحضروها غير كده بقول لا تلعب ساعة كورة في الشارع احسن من تقعد في الايواء والفيديو جيمز دي وهو عنده مشكلة في النظر شوية كده فبخاف عليه وبردو جميل فهل كلا ماما قمنا انها هي خايفة على نظرك فهل هو عدم محبة ولا انت وتحقزك شنو انا القبيل في الشمس بي ما بتخليني لما نعياني بقو حمر وكده يعني طوال بكيب القترة ماما يعني مافروض ما رحتك طيب هي ما جابت ليك بلاي ستيشن وعندها زمن معين في التلفزيون وكده الحاجات دي هل هي مضرة عشان الناس اللي بيشاهدوك يعني برضو الاطفال القدرك والاكدر منك لانه اكيد انت عمرك العقلي عارف العمر العقلي معناها السؤول وتفوق شوية عقليا فعشان الناس اللي بيشاهدونا هست الاطفال اللي بيقعدوا اليوم كله في البلاي ستيشن وفي الكمبيوتر في الجيمز وفي التلفزيون ودروا عيونه يلا نديهم برضو نصيحة يعني انا بقرأ مش في تلفون والكمبيوتر وبلاي ستيشنات فبقوم بقرأ ساعة للجراية بحدد وقتي كده ساعة للليب وكده يعني ومرات بلعب باللاب توب عندي لب توب طيب ما كويس لب توب البلاي ستيشن مع نفس الشي عليه يعني انت تهاجمها عندي لب توب وتلفون بلعبه لكن عندك كوكات معين انت تلعب بها هو الاحتياج في الزمن ده انت مقتنع حسا يعني بالحياة دي يا طه طيب نجع للموضوع بتاع القصة اللي انت كتبتها والكتبت السناري بتاعه ولا بتاعه وأخرجتها اتكلم لينا عنها اه يجب صاحب تحكي عن معانا بتاع اثمرة فقية استدكسرة ولد بقرأ في مدرسة حكومية نعم فشارك في تحدي فقامت في فاز في التحدي جميل وطلعت فرحة وقام سافر امريكا هو هناك يشتغل نعم وصرف قروش وجاء لقى امه ما فيشه نعم ما سيد البت تردى لانه هو مشخل لأمه وكذا سيد البت تردى عشان هي فقيرة ما عندها قروش للإيجار نعم فهو كان بعمل القروش للصاحب وصاحبه كان برضه فقير نعم كان بصرف له حبه لكن القروش ما بتكفيه نعم فبيقوم يشيل القروش حقه امه وما بدي له امه نعم فامه تلقاه بتشيله لخيمة كده نعم بيقول له امه وين امي ما فيشه في البيت نعم بيقول له ام قدي ما فيشه من زمان نعم بعدين بيقوم بيصرخ امي وين بعدين بيمشي ليعلي اللي هو السرق القروش نعم فبيقىه طبشته عربية نعم فبيصرخ امي وين امي وين فهو بيكون شايل صورته نعم فبيقى البيت الودتة للخيمة نعم فبتوديه لأمه وقصفه فبتوديه لأمي فبتوديه لأمي فبتوديه طه عايز اسألك ليه قدام للمستقبل عايز تكون شنو او عايز تعمل شنو انا كتر شي بحب اكون كاتب لان انا مرات بكتب قصص من راسي كده يعني واحده قصه بسمعه بختار قصه زيه لكن ماهي بغير فيها يعني طيب انت بتقرأ يعني بلقهت زمنا دهمنا فعلا مياه زمنا لكن انا عايزين نسألك سؤال مهم شديد بتقرأ قصة بتاعت كبار يلا بالمناسبة انك بيتحكم في الحاجات اللي هو بيجراها وبشاهدة وفي وقته من يجراها عايزين نقدم رشيدة او نصيحة للامهات يعني عشان هما طاهة طارعا موهبة مفروض يتعامل مع التعام الخاص لكن نشوف العامة تنسه الامهات بيجمعه وانا ما عندي واحد تاني طبعا اصغر من طاهة كده وتمرد نوعا ما لكن هسا الحمد لله يعني ماشي كويس اول حاجة هو لو الطفل ما بيحب الجراية ما في حاجة بتجيب القوة يعني انت كدامه لما انت جيبي كتاب تقريب بتعود انه ماما دي فيش نوع شايلة كتاب بتعاين تقروا قصة قبل النوم تجيبي انت تتحكي له قصة من راسك ممكن تجيبي كتاب مصور قبل النوم تعال يا بابا نعمل كده نشوف ودلي ودأك يعني كده حتى انا طاهة في الاول الكتب العلمية كانت دسمة شوية هما مطلوب منهم في تحدي القراءة تنويع للكتب وكنا بنجيب وبنقرأ مع بعض الكتاب بختار ومصور كده عشان شوية يلفت نحن في السودان طبعا الكتب فقيرة جدا بتخطى الاطفال عندنا عشان كده هما بحبوا القراءة شديد كتبنا جاه فانا لكن اهسا بعض المكتبات وقد بتجيب كتب يعني جميلة كده ومصورة وملفتة فالاطفال بيحبوها انت شوفي ولدك بيحب اي نوع من القصص وامشي معاوس وقيل مكتبة واختاروا الكتاب وتعالوا فرحانين تعال نشوف يا بابا وكده ايوه فهو شوية شوية بيتعود على القراءة بيشوفه حاجة عالية بيشيل مصحف يشيل الكتاب تلتمشوا مهرجانات القراءة في مبادرات شبابية كثيرة جدا مشجع وشباب حلوين وبنات لطيفات خالص يعني احنا كلا قينا ملاز دي في الساحة الخضراء كان ماشينا ربيع على القراءة انا وطاها واخو صغير رضا فجد يارين هو ماشي يشتري دوريتوس يا طاها داشنو يشيل ليه كتاب كبير كده اللي هو بتحصيل الحيوانات اللي كان بيتكلم عنه ده داشنو وين الدوريتوس فجبت الكتاب منه يا ماما قال ليه كام مكتب الحيوانات فقال ليه يا ماما انا مشيت لجيتة مكتبة جميلة كده وحتى هم قالوا ليه شيل الكتاب ايه قال ليه شيل الكتاب مجاني انا قلت لهم للا خلاص عبهم تمالية جنيه وطبعا كنتوا بدي في المكتبات باسعار فقال ليه مبادرة ايه وصح فقال ليه خلاص كده بعت شوية اخوجة شايل بردو كتاب صغيروني كده جميل يا ماما اقري ليه القصة دي قرينها فبقينا ماشي نشوف شوفنا المكتب اشيلنا حتى اليوم ده كمية كامل الكتب جميلة حلوة فلو بيطلعهم تبقى فصحة ويستفيدوا منها ويحبوا يعني يقروا كده طيب انت بتحيب لوزولت دهك هدية ديك هدية جميلة اه بحب اه انا حاجات كثيرة من الهدايا زي شنو كتب ساعات حاجات ما اننا ساعات هو رضا برضو بتشبك في الكتب بيقول لازم يشيل كتاب ده فبعجبوه بيقول له اماما شكرا لان قرأت اليه الكتب قبل النوم كده يا سلام بتشبك في الكتب يلا احنا كمان عشان رضا معي يسعل اه معانا طاها احنا هنقوم نهديك او استاذة ملاذ عشان انت بتحيب زولي هديك كتب صاحبة مبادرة متبة الحية المجانية هتديك هدية جميلة جدا عبارة عن كمية من الكتب كمية من الكتب يا استاذة ملاذ اكبرتها شوية المية والحاجة اللي انت حابية الكتب قاعدة موجودة جميلة الموتر الاحمر قاعد برا بتاعة متبة الحية المجانية يلا انت اختار العايزه ما هي هدية مفتوحة انا بنحييك جدا شكرا لخالج مال انا عزيلك اخر سؤال عايزك تقول للمشاهدين الاطفال اللي قدري للنصيحة بتقدمه لهم شو انا بقول لهم انهم ما يشتغلوا باللعبات كتير زي البلستيشن والأكس بوكس والتليفونات انهم يقروا حبه فهم ده ما يمتناع من اللعب ممكن يلعبوا يقروا واحسن يلعبوا شنوه احسن يلعبوا رياضة كورة سلة كورة قدم حاجات يعني بتفيدهم زي الرياضة وهي انواع كتير الرياضة فبيتقويهم وبيستفيدوا منا للجسم كده يعني احنا بنشكر ضيف ضيفنا طاها عثمان طاها يوسف اصغر مخرج في مبادرة تدريب الاطفال في صناعة الفيلم في الموسم الثاني وبرضو مشتركة في مبادرة القراءة اللي هي كانت برعاية من صاحب السوم محمد براشر المكتوم بنشكر والدت طاها ومدام هناء عبدالجبار بنشكر جدا وان شاء الله ربنا عينكم وان شاء الله تشوفيه كده زي ما عايزوا في احل المراتب شكرا عزيز زي ما شفنا ضيفنا مميز جدا وفقرتنا الاخيرة كانت جدا مميزة دي كان هديتنا اللي كل مرة بنهديه للمشاهدين في حقل البرتقال شكرا لكم على حسن المتابعة شكرا فاطمة ولحد دي ما نتلاقى الاسبوع جاي مع فريق عمل اخر بمرنامج حقل البرتقال نخليكم برنامج